طلاب السنوية العامة أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من حلقات علم النفس تناولنا بالحلقة السابقة مراجعة على الباب الأول علم نفس حاولنا أن احنا نغطي أكبر كمية على الباب الأول متمثل في الزكاءات، متمثل في خصائص، تنمية انتقلنا لجزية أخرى متمثلة في نظريات التعلم، طبقات التربوية، قوانين كل نظرية النهاردة هنعمل مراجعة على الباب الثاني الباب الثاني احنا بنسميه عامل زي البمبونية بالظبط بالليه؟ سهل؟ سالس؟ مش طالب منه غير أنك بس تحط خطوط رئيسية خاصة بكل مرحلة يطرى النمو العقلي في الرضاعة، طفولة المبكرة، لأ المتأخرة يطرى النمو الجسمي، يطرى النمو الاجتماعي، فعالات الطفولة المبكرة والمتأخرة دي بعتبرها أهم النقاط الرئيسية والأساسية التي يجب التركيز عليها أيضا المراهقة تعتبر من أهم المراحل سواء المطالب والتحديات الأساسية لدى المراهق أو الجانب الانفعالي لدى المراهق تعالوا بنا أعزائنا الطلبة والطالبات، نبدأ معا ورجع على الباب الثاني النمو ونشوف يطرى السؤال هيقول إيه؟ ونعرض مع بعض إجابته النموزجية لدراسة علم نفس النمو أهمية وهدف وده سؤال بعتبره سؤال جاهلي في المقدمة يطرى إيه أهمية دراسة علم نفس النمو؟ أكد صدق العبارة دراسة المبادئ والقوانين والنظريات ده هدفنا متصلة بالنمو الإنساني دراسة مظاهر النمو المختلفة في كل مرحلة من مراحل النمو دراسة المطالب والحاجات والمشكلات التي تواجه الفرض في كل مرحلة تكوين شخصية نامية متطورة بصورة متكملة تعالوا بينا ننقل لسؤال آخر سؤال من الأسئلة البسيطة والثالثة بيقول لي أعرف النمو ثم حلل التعريف النمو أعزان الطلبة سلسلة من التغيرات التغيرات تعالوا كده لو معكز صورة شوف شكل الطفل في مرحلة الحمل مرحلة الطفولة مراقة الشيخوخة أتلاقي أن حصلت تغيرات يبقى معنا كده تعريف النمو سلسلة من التغيرات التي تحدث لكائن الحي منذ لحظة الحمل وحتى الشيخوخة أو الوفاء في الجوانب جسمية، عقلية، فعالية، اجتماعية، واللغوية، وأخيرا الخلقية طب تعالوا بينا نحلل تعريف النمو أفهم منه إيه؟ أفهم منه أن النمو عبرها على السلسلة متصلة تبدأ من الحمل، ثم الطفولة، والمراقة، والشباب، والرجد، وأخيرا الشيخوخة أفهم منه أن النمو بيشمل جوانب جسمية، عقلية، اجتماعية، انفعالية، لغوية تعالوا بينا ننقل لسؤال آخر وده يعتبر من الأسئلة الهامة يخضع النمو لمجموعة من المبادئ هنا السؤال أعزائنا الطلبة سابق كورة زي ما بقول هو بيقول لك يخضع النمو لعدة مبادئ وقوانين ناقش سلاسة، اشرح سلاسة أنت معك عدة قوانين أنت سابلك الكورة ورمع في ملعبك أنت بتختار القانون بس الشرط أنك لازم تقوم بشرح أنت عندك النمو تغير مستمر أنت عندك توجد فروق فرديا بين الأفراد أنت عندك ترتابط جوانب النمو ببعضها البعض أنت عندك أن النمو ينتقل من العام للخاص أنت عندك سرعة النمو ليست ثابتة في كل المراحل معنى كده أنت بتختار أسل القوانين وتقوم بشرحها تعالوا بنا عزائنا الطلبة نشوف يا طرق إيه إجابة السؤال مبادئ النمو قال لي أذكر سلاسة منها توجد فروق فردية بين الأفراد وخلي بالك ده أنا جاي بالك كمان إنه ممكن يجي لك السؤال أو يختار القانون أو المبدأ لوحده ويقول لك ناقش أو يقول لك عليه ضع علامة صحة أم خطأ في معدلات النمو الجسمي العقلي الاجتماعي الانفعالي حيث أن النمو بين الأفراد والأقران عملية نسبية توجد فروق أيضا داخل الفرد الواحد فسرعة النمو الجسمي قد لا تساير النمو العقلي أو الاجتماعي تعالوا بنا نشوف تاني قانون تميه الجوانب النمو المختلفة للارتباب ببعضها البعض والإعلاقة طردية كلمة طردية يعني زيادة مع زيادة ونقصان مع نقصان طب تعالوا بنا نشوف التعليل الطفل الزكي يكون متقدم في النمو الاجتماعي والانفعالي من ينخفض زكاء ويتأخر في المشي والكلام تعالوا بنا نشوف المبدأ الثالث والقانون الثالث يسير النمو في اتجاهات طولية وعرضية فالنمو يسير في محورين متعامدين إحدى وما طول يبدأ من أعلى الراس ويتجه إلى آخر القدم والآخر عرضي من منتصف السدر مع الزراعليمين واليسار ضاع علامة صحة مخطأ مع التعليل السؤال بيقولي تختلف سرعة النمو من مرحلة إلى أخرى خلي بالك تختلف تطلع العبارة معايا صحيحة طب اوعى تنسى التعليل لأن العلامة بيباعليها نص درجة احنا همين من التعليل بيباعليه درجتين ونص ايه التعليل؟ النمو الجسم بيكون سريعا في مرحلة الجنين والطفولة المبكرة والمراقة النمو الجسم بيكون بطيء في الطفولة المتأخرة والرجد تعالوا بينا ننقل لسؤال آخر يؤثر الجهاز الغددي في نمو الإنسان خلي بالك من السؤال دوت هنتكلم عن الغدد الدرقية والنخامية برهن على ذلك بمثال هو عايز مثال واحد يحتوي الجسم على مجموعتين من الغدد الغدد القنوية تفرز هرموناتها في قنوات كالغدد الدمعية واللعابية والعرقية ايضا الغدد اللا قنوية كل شغلك عليها وهي ما يطلق عليها الغدد الصماء تفرز هرموناتها في الدم مباشرة ترتبط الغدد الصماء بوظائف اجهزة الجسم طيب ايه وظيفة الغدد الصماء تساعد في نمو الجسم ضبط السلوك الانفعالي احنا عايزين بقى توازن افرازاتها تجعل الفرد سليما يعني لو الافراز بطريقة متوازنة النمو هيطلع سليم طيب لو حصل اضطراب في افرازاتها تسبب اضطرابات نفسية وجسمية وعدم التوافق ده اللي همني يا ترى ايه اعمل امثلة على الغدد الصماء اول حاجة معي الغدد النخمية تقع في منتصف الرأس زي ما احنا شايفين تفرز هرمون النمو بدءا من حياة الجنيم طيب لو نقص افراز الهرمون الغدد النخمية قبل البلوغ بيطلع الانسان قزم يبقى يعوق نمو العضم ويتحول الطفل الى قزم طيب ممكن يجي سؤال يقول لي ما النتيجة المترطبة على زيادة يعني لو زودنا الافراز بتاع الغدد لو زودنا الافراز الخاص بالغدد النخمية زيادة افراز هرمون الغدد النخمية يؤدي الى نمو سريع وشاز في عظام الجزع والاطراف معنى كده بيكون الانسان عملاق تاني غدد معي وهي الغدد الدركية تفرز هرمون السيروكسين الذي يحاول الطعام الى طاقة يمد الخلايا بالحرارة اللازمة طب ما النتائج المترطبة على نقص افراز السيروكسين خلي بالك نقص افرازه يؤدي الى الشعور بالبرودة قلة الرغبة في العمل بطء التنفس ضعف الرغبة الجنسية قلة الرغبة في الطعام بطء ضربات القلب طب لو حصل زيادة في افراز هرمون الغدد الدركية او السيروكسين معنى كده الانسان يعاني من عصبية عدم استقرار ضربات القلب صعوبة التنفس كسرت الحركة تفهم من كده عزيز الطالب ان خير الامور لازم يكون الوسط يعني التوازن في افرازات كلا من الغدد تعالوا بنا ننقل على سؤال اخر تعد التنشاء الاجتماعية داخل الاسرة السلاح زوحدين في التأثير على الابناء العبارة صحيحة او العبارة صوام طب تعالوا بنا نناقش التعليل الطفل يتقبل ذاته والاخرين اذا كانت علاقته بوالديه تتسم بالحب والقبول والثقة والاحترام وده بسميه الجانب الايجابي طيب يشعر الطفل بعدم الثقة والعجز اذا كانت علاقته بوالديه يسدها رفض اهمال تهاون وده بسميه الجانب السلبي خلي بالك ينمو الطفل نمو نفسي سليم اذا كانت علاقته طيبة مع اخواته وخالية من التنافس وتفضيل طفل على اخر تعالوا بنا اعزائنا الطلبة ننقل لسؤال اخر متمثل فيه حدد دور الغذاء في عملية النمو الغذاء يساعد في بناء خلاج جسمه وتعويض التالف كأنك بتتكلم بصفة عامة فيش فيها يعتبر سؤال سهل جدا طب ايه تاني الغذاء بيفدني بايه يمد الجسم بالطاقة اللازمة ايضا وقاية الجسم من الكثير من الامراض الناتجة عن نقص الفيتامينات والاملاح ايضا يجب ان يتناسب الغذاء مع المرحلة العمرية يبقى يتناسب ويتنوع تعالوا بينا اعزائنا الطلبة نشوف اخر جزئية في الغذاء يفضل ان يتناول الفرض وجبات غذائية تحتوي على كل العناصر المطلوبة للنمو تعالوا بينا ننقل لسؤال اخر ودي بتعتبر من الاسئلة الهامة رياض الاطفال او الحضانة من العوامل المؤسرة في النمو وضح الروضة تساهل انتقال الطفل من البيت الى المدرسة تتحول فيها التنشاء الاجتماعية من خاصة الى عامة هي اهم التغيرات الاجتماعية التي يواجهها الطفل في سبيل تحقيق نطجه الاجتماعي تسهم في اتساع عالم الطفل الاجتماعي بعد ان كان عالمه محصور في دائرة ابوية ان شعور الطفل بالوحدة النفسية وازدياد مشاعر الاكتئاب وانخفاض قيمة تعالوا بنا عزقنا الطلبة ننقل لسؤال اخر لوسائل الاعلام تأثير واضح في عملية النمو بيم اه وسائل الاعلام خلي بالك ده بتبرز بعض القيم الاجابية وقد تكون سلبية وقد تكون متنقدة وقد تكون متضربة خلي بالك ان وسائل الاعلام عزيز الطالب امتداد لدور الاسرة في التنشاء طب تعالوا بنا نناقش ونشرح وسائل الاعلام تعد وسائل الاعلام امتداد كلمة امتداد المقصوبية تكملة لدور الاسرة في التنشاء تزداد اهمية وسائل الاعلام في ظل صورة المعلومات تنوع اساليب الاتصال كم المعلومات الهائلة التي تقدمها وسائل الاعلام ايضا اصبح لاساليب الاتصال وما تحمله من معلومات تأثير واضح في الاطفال والمراقيم في نمو وتكوين اتجاهاته وتحديد هويته غالبا ما نرى تناقض تضارب في اتجاه هذه المعلومات وما تتبنه من قيم ايجابية او سلبية تعالوا بنا نعرض لسؤال اخر وده يعتبر من الاسئلة الهامة جدا نحط تحتها كده كذا خط حدد المخاطر المترطبة على تعامل الاطفال مع شبكة الانترنت او يجي السؤال يقول لي حدد المخاطر التي تتطلب تقنين استخدام الانترنت يطار ايه المخاطر؟ صعوبة التحقق من مدى صحة وضقة المعلومات الموجودة على شبكة الانترنت ايضا تبادل الاطفال الحديث مع غرباء ويجب تحذير الابناء من افشاء اسرارهم او مقابلة هؤلاء الاشخاص خارج المنزل ايضا استهلاك ساعات طويلة من الوقت مما يقلل من تفاعلهم الاجتماعي ويؤثر على نموهم النفسي ايضا عندما يقل التواصل الاجتماعي مع الاخرين يصبح الطفل اكثر عرضة للشعور بالوحدة النفسية ننقل لسؤال اخر خاص باهمية المرحلة الجنينية لمرحلة ما قبل الميلاد اهمية خاصة في حياة الفرض دلل على ذلك يبقى عايز ان احنا نقول اهمية المرحلة الجنينية مرحلة ما قبل الميلاد ذات اهمية خاصة لانها مرحلة التأسيس اي وضع مرحلة الاساس للنمو النفسي السليم التغيرات التي تحدث فيها تكون حاسمة ومؤسرة في حياة الفرض كله اكثر مراحل النمو سرعة مقارنة بمرحلة الرجد والمراحل اللاحقة لاهمية هذه المرحلة فان بعض الشعوب كالصين يعتبرون شهور الحمل ضمن السن الحقيقي للفرض تعالوا بنا عزقنا الطلبة ننقل لسؤال اخر ما النتيجة المترطبة على عدم كفاية وتكامل العناصر الموجودة في غزاء الام خلي بالك عزيز الطالب ان الام اللي يجب ان تتناول في غزائها خضار فكهة بروتين البين مشتقاته طيب لو ما خدتش كفاية يطر الطفل ايه النتيجة المترطبة عليه تعالوا بنا نعرض الاجابة معا يجب ان تحصل الام الحامل على الغزاء المناسب والمتكامل خاصة بروتين لبن خضار فكهة لان الجنين يحصل على غزاء امن الام طب سوء تغزية الام الحامل يؤثر سلبا على الجنين ويؤدي الى اجهاض انيميا تسمم الدم ولادة ميتة فقر دم الجنين تأثر الجهاز العصبي للجنين ايضا هناك بعض الامرات تنتشر بين الاطفال الذين عانوا من سوء التغزية عند الام في الشهور الستة الاولى مثل الالتهاب الرؤوي فقر الدم والكساح تعالوا بنا نعرض لسؤال اخر اعزائنا الطالبة امراض الام الحامل يؤثر على نمو الجنين نموا سليما وضح يطرى الام الحامل لو جالها مرضهم كالحمة الالمانية او الامراض التناسلية يطرى النتيجة المترطبة على الجنين اي مرض يصيب الام الحامل وخاصة في الشهور السلاسة الاولى للحمل يؤذي الجنين طب ازاي اصابة الحامل بأحد الامراض التناسلية في الشهور السلاسة الاولى قد يسبب للجنين بعض الامراض مثل الصمم والعمى والبكم وضمور المخ وامراض القلب اصابة الام بالحزمة الالمانية يؤخر النمو الجسمي والعقلي للجنين طب نعمل ايه عشان نحمل جنين لازم الام تاخد تطعيم ضد الحزمة الالمانية حتى تقل او تتلاشى حالات التخلف العقلي تعالوا بينا نعرض لسؤال اخر كثرة تعرض الام للاشعة يضر بالجنين هل تؤيد؟ اذكر مبرراتك خلي بالك اوعى تنسى اؤيد وبعد كده تقول المبررات انك بتشرح طبعا اؤيد هذه العبارة لان تعريض حوض الام لاشعة اكس طب ليه؟ لان الام تعاني من الام طب ايه الام اللي موجودة عندها؟ نتشكو من ورم في منطقة الحوض والمبايد وبالتالي ايه المطلوب؟ ان التعرض لكميات قليلة من الاشعة لا يؤثر في الجنين ولكن التعرض لجرعات كبيرة قد يؤذي الجنين ويعرض الام للاجاض تعالوا بينا نتناول سؤال اخر خاص بالعوامل المؤثرة على المرحلة الجنينية زيادة عدد مرات الحملة عن اربعة يضر بالام والجنين وضح بالنسبة للجنين الاجنة التي تأتي بعد الطفل الاول تكون اصغر حجما اقل وزنا خاصة لو كانت المسافات الزمنية بين الولادة قصيرة الطفل الزكر اذا كان ترتيبه الميلادي الاول فان هيرمونات الزكورة تكون اكثر من الاطفال الذين يكون ترتيبهم بعد الاول طب بالنسبة للام الولادة المتكررة والرضاعة ورعاية الاطفال يؤدي لاستنزاف طبعا الجسم الام جسميا ونفسيا يبقى يؤدي لاستنزاف مخزون الام الجسمي مما يؤثر عليها وعلى اطفالها ايضا يعرضها لمشاكل خطيرة مثل الانيميا فقر الدم نزيف الدم او فقده تعالوا بنا نعرض لسؤال اخر علل صحة او خطأ العبارة تدخين الام الحامل يسبب مشكلات للجنين طبعا العبارة صحيحة طب ليه؟ لان تدخين الام الحامل يسبب نقص في وزن الجنين نزيف اسناء الحمل وفاة الجنين او الرضيع بعد الولادة حرمان الجنين من الدم النقي زيادة نشاط دقات القلب قد يكون لتدخين الام الحامل نفس اصار تعاطيها للمخدرات الامهات التي يتوقفن عن التدخين اسناء الحمل يصبح اطفالهن اكثر وزنا من الامهات التي يستمرون في التدخين اسناء الحمل تعالوا بينا ننقل لمرحلة جديدة ومرحلة اخرى وهي مرحلة الرضاعة وده من اسئلة اللي جات في السودان 2018 مرحلة الرضاعة مرحلة الانجازات الكبيرة هل تؤيد ولماذا برر لما تقول اوعى تنسى اؤيد وذلك لان مرحلة انجازات كبيرة لانها تشهد نمو جسمي سريع وحركي في السيطرة على الحركات مثل الجلوس والمشي ايضا مرحلة انطلاق القوة الكامنة لان مرحلة اكتساب اللغة نمو الاستقلال النمو الانفعالي والفطان مرحلة تكوين ونمو مفهم الزات الذي يعتبر الحجر الاساسي للشخصية ايضا مرحلة اكتشاف العالم الخارجي وتوسيعه تعالوا بنا عزقنا الطلبة ننقل لسؤال اخر تحت عنوان حلل النمو العقلي خلال مرحلة الرضاعة خلي بالك عزيز الطالب ان النمو العقلي في مرحلة الرضاعة يعتبر من الاسئلة الهمة عندك رضاعة وعندك الطفولة المبكرة وعندك الطفولة المتأخرة لازم تعمل لنفسك تخطيط بمعنى ايه النمو العقلي في مرحلة الرضاعة الزكاء حسي حركي وليس تجريدي الطفل لا يستطيع استخدام لغة ورموز بكفاءة طب كبر شوية من اتنين لستة يبقى احنا دخلنا في مرحلة الطفولة المبكرة يبقى الزكاء حسي ويتسم بالتمركس حول الزات والطفل لا يستطيع التركيز على بعدين او اكتر طب كبرنا شوية يبقى مرحلة الطفولة المتأخرة من ستة لاثنعشر التي اطلق عليها جانبيا جي مرحلة العمليات العقلية العيانية المادية المحسوسة لان الطفل يسعى لاكتشاف المجهول ويجب ان يقابله رعاية من الوالدين ده تعتبر تخطيط للنمو العقلي في الرضاعة طفولة المبكرة والمتأخرة طب تعالوا نعرض اجابة النمو العقلي في مرحلة الرضاعة السؤال بيقول لي حلل النمو العقلي خلال مرحلة الرضاعة الزكاية يكون حسي حركي ولا يستطيع استخدام الرموز او اللغة بكفاءة تعالوا بينا ننقل لسؤال اخر فسر مظاهر النمو الاجتماعي والانفعالي خلال مرحلة الرضاعة يبدأ الطفل في اقامة علاقات اجتماعية وانفعالية مع الوالدين ترتبط قدرة الطفل في الاعلاقات بمدى ادراكه لرعاية وحب الوالدين والاهتمام به من اهم من فعلات الطفل في هذه المرحلة الفرح الحب الخوف الغيرة الغضب واخيرا البكاء تعالوا بينا ننقل لسؤال اخر اعرض مظاهر النمو اللغوي خلال مرحلة الرضاعة يبدأ الطفل في نطق الكلمة الاولى في الشهر السادس يستطيع من الشهر السامن عشر او الثمنتشر ان ينطق كلمتين مع نهاية السنة الاولى يستطيع ان يفهم تعليمات الاخرين تعالوا بينا ناخد سؤال اخر اذكر الصفات الايجابية التي يكتسبها الطفل في مرحلة الرضاعة تلاقي عندك كلمتين بيكتسبهم الثقة في السنة الاولى والاستقلالية في السنة الثانية ينظر الطفل بالتفاؤل الى المستقبل والى العالم والاخرين على انهم جديرون بالثقة ويمكن الاعتماد عليهم تعالوا بينا عزقنا الطلبة ننقل لسؤال اخر تحت عنوان فسر مظاهر النمو العقلي لطفل من قبل الابتدائية نقرأ السؤال كويس طفل من قبل الابتدائية يبقى لسه ما دخلش المدرسة ما دخلش المدرسة يبقى من اثنين لست سنوات يبقى دي مرحلة الطفولة المبكرة هي مرحلة التفكير الحسي والتمركز حول الزات لا يستطيع الطفل في هذه المرحلة ان يركز على بعدين او اكثر تعالوا بينا عزقنا الطلبة والطالبات ننقل لسؤال اخر تحت عنوان تتعدد مظاهر النمو الانفعالي لطفل ما قبل الابتدائية وده يعتبر من الاسئلة الهمة لانها تتعدد يبقى معنا كده انت هتتكلم على الثلاث انفعالات بيقول لي دلل او الانفعال معايا انفعال الخوف البنات اكثر تعرضا للخوف من الاولاد بعض الاطفال يخاف من الحيوانات او الظلام او الاطباء نتيجة اعطاءه الطبيب حقنا انفعال الغضب تظهر نوبات الغضب لدى الطفل عند حرمانه من اجباع رغباته او اعاقة حركته تظهر نوبات الغضب في صورة احتجاج وعناد ومقاومة وقد يثور الطفل ويرمي نفسه على الارض اخيرا انفعال الغيرة تشتعل الغيرة في نفس الطفل عند ميلاد طفل جديد اعزائنا الطلبة والطالبات حاولنا النهاردة في مراجعة الباب التاني النمو ان احنا نغطي اكبر كمية من الاسئلة المتنوعة انت برضو لازم تعمل تأسيمة لهذا الباب متمثلة فيه مراحل اول مرحلة العوامل المؤثرة على النمو اوعى تخلط ما بينها وما بين المرحلة الجنينية مرحلة الرضاعة طفولة المبكرة طفولة المتأخرة المراهقة كل مرحلة ولها خصائصها جسمية لغوية منفعالية عقلية وما تنساش الصفات الايجابية التي يكتسبها في كل مرحلة سواء كان رضيع او طفولة مبكرة او متأخرة وكده اعزائنا الطلبة والطالبات نكون قد وصلنا الى نهاية حلقة اليوم من البرامج التعليمية لمادة علم النفس لكا اخر حلقة قادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر